فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا نعم يستحب لإظهار الفرح والسرور بيوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى وذلك بصنعة الطعام وأكل الطعام وكذلك ترك الأطفال يلعبون ويمرحون في هذا اليوم لأنه يوم عيد ولا يضيق عليهم في هذا اليوم وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وهذا ليس مجرد لعب بل هو فيه فائدة هو التدرب على السلاح لأنهم كانوا يلعبون بالسلاح ترجمة نانسي قنقر